ترجمة نانسي قنقر في العدالة الجنائية وحقوق الإنسان والمكتب العالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وممشاركة واسعة من المختصين من البحرين وخارجها تابدلا للخبرات والأراء ضمت مملكة البحرين فعاليات المؤتمر الإقليمي بعنوان تعزيز التعاون الغضائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا القضاء والمدعون العامون في طليعة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يأتي هذا المؤتمر تأكيدا على المضي قدما في تطوير آليات التصدي للجرائم وسبول الحد منها البحرين نجحت كعادتها في استقطاب هذه المؤتمرات المهمة موضوع قسل الأموال وتمويل الإرهاب واستطعنا جمع 17 دولة من دول الشرق الأوسط والشمال الأفريقيا تأتي همية هذا المؤتمر من خلال نوعية الجريمة التي نبحثها هنا في هذا الاجتماع وهي جريمة قسل الأموال وما يستطيعها من موضوع تنويل الإرهاب هي جرائم الساعة هي جرائم مهمة جدا مهم تطوير القدرات البحرينية وسبقا عقدنا كثير من الندوات والتدريبات في هذا المجال نفتخر بالجهاز القضائي في ملكة البحرين لأنه من ضمن الأجهزة المتقدمة في مكافحة هذه الجريمة ومتطور جدا مثل هذه المؤتمرات تلعب دورا هاما في مسألة وضع تصور مشترك وذهن متفق فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مسألة مكافحة متحصلات جريمة أو أن هناك أموال تضخ للجريمة بتتطلب نوع من أنواع أو طبقات من المكافحة في كل جهة رقابية من المفترض أن يكون لديها نفس الفهم الموجود لدى الجهة الرقابية الأخرى هذا في داخل الدولة الواحدة فتصوري أن يكون هذا على مستوى الإقليم وأن يكون على مستوى دولي هناك معايير دولية لهذا الموضوع نحاول أن تتوحد الممارسة فيما بين الدول بذات تلك المعايير كذلك وهو الأهم أن التعاون القانوني والقضائي يكون أيضا بنفس السلاسة وبنفس القوة فيما يتعلق بمكافحة مثل هذه الجرائم التنسيق مع المنظمات الدولية في هذا الموضوع مهم جدا من جانب أن نطلعهم على ما تقوم به مملكة البحرين والأجهزة المختصة في هذا المجال مجال مكافحة قسر الأموال وتمويل الأرهاب والجانب الآخر أيضا من المتطلبات الدولية أن نعزز مسائل التدريب وتبادل الخبرات في هذا المجال موضوعات عدة تم تناولها خلال هذا المؤتمر الذي استعرض خلاله الاستراتيجية الوطنية وضمان فعالية التحقيق والمحاكمات في مواجهة هذا النوع من الجرائم والتحديات التي تصادف الجهود الدولية في هذا الشأن بالأخص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نشكر مملكة البحرين على الاستضافة الكريمة لهذا المؤتمر الهام والرائد من نوعه في مجال تعزيز التعاون القضائي تحديدا في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب نأمل أن نخرج في توصيات محددة تعزيز التعاون ما بينه بين دول الجوار دول الشمال الأفريقيا وشرق الأوسط هذه المؤتمرات لها الجرعات التي سوف تطور حقيقة هذا العمل القضايا فيما يتعلق بالتحقيقات المتبادلة الساليب التحقيقات الجديدة المتطورة كل دولة من الدول تعطي تقربتها القيدة للدول الأخرى أتمنى أن يعزز المؤتمر هذا في دور إيقابي عن طريق تفعيل الدراسة في برامج علمية تطبيقات عملية للقضايا في مجال مكافحة الإرهاب في مجال غسل الأموال حتى تعزز القدرات لنا جميعا ما كانت دولية متقدمة تتبوأها مملكة البحرين إدرى نجحتها في ذات المجال ما جعل لها عمقا إقليميا وثقلا دوليا في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تهدد أمن الدول واستقرارها الاقتصادي ممثل الجهاد ذات الاختصاص الاجتماعون اليوم من داخل وخارج مملكة البحرين تأكيدا على أهمية تعزيز المجال القضائي والانفتاح على العالم في شتى المجالات شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين